لو قلت لك مين دلوقتي لاتبهمني من واحد لخمسة أو يعني من خمسة لحد واحد أفضل خمس حراس في مصر أنا كان معي الورقة راحتين نسيتهم ولا إيه؟ أفكرت لا أنا أنا فاكر بس أنا طبعا أنا كنت كاتب وأنا جاي حوالي 12 حراس مرمى كمان؟ لا بس خلينا نقول خمس لا هنقول خمس ونتكلم على الكون لا هنقول خمس بص إحنا لو بنتكلم على وجهة نظري في اختيار خمس حراس مرمى ممكن بقومش لها علاقة شوية بالأداء في الموسم ده فهي أنا قصد إيه؟ يعني أنا لو أختار رقم واحد بشكل عام أختار طبعا هقولك الترتيب يعني إنما أنا شايف إن فيه في الفترة اللي فاتت دي فيه أكتر من حرق سمارهم المشين عملي أداء كويس أنا بقى أكدت سؤالي على المشين دلوقتي كويس طبعا أنا سهل جدا أقولك أفضل خمس حراس في الدولي بشكل عام وعلى السنين اللي فاتت دي كلها هقولك طبعا رقمها المشين ناوي أنا عايز إرايتك إنتا للي موجودين دلوقتي عشان برضو ندي ناس حقها يعني ندي فيه بعض الحراس بينه وبينك ما ينفعش أبدا يبقى أنا رجل بتفرج وامتابع الدوري بشكل كويس جدا جدا فلازم فيه ناس تاخد حقها هو ده سبب سؤالي أكيد حراك هتبقى بعينيك دايما لو سألت لحد عادي فأقولك محمد شينا ومحمد عواد بس فيه ناس تانية كويسة ممكن محاكش يخد برمش مش فأنديت الأهلي ولا زماني بالضبط كده فخلينا نقول عمرو شعبان في المحلة ماشي بشكل كويس جدا جدا عمرو شعبان لأنا عايزك ترتيبني من واحدة لخمسة اللي دلوقتي كويسين يعني لو هردت بقى هيبقى ترتيبة رقم واحد رقم واحد أنا شاوه الهاني سليمان الهاني سليمان رقم واحد ومعاد زنفولي ماشي البنك الأهلي ماشي محمد بسام تالت أه ده تلاتة عمرو شعبان أربعة اللعب الفترة الأخيرة دي يعني ما شينه وعرا بعده وكان كويس قوي قوي عجبني عمرو ردوان في الإسماعيدي عمرو ردوان مقارت فيوتشر وقابلها طبعا مباركة نهيل دول أفضل خمسة في الوقت الحياة أنا بس في حتى ما في حد تاني ما نكتبه احنا قلنا الاندية الاندية طبعا احنا شناه وعواد دول يعني في حتة يعني برضو لازم طبعا نكلم عن الاربعة دول ومعهم طبعا عمرو ردوان أنا شايفهم عاملين أداء ممتاز ممتاز الفترة الأخيرة مع أنديتهم يعني دول مشيهم الزنفوري ومحمد بسام والهني سليمان وعمر شعبان المحلق وعمر ردوان مع الإسماعيلي رغم أنهم لم ألقبش كتير ومحمد فوزي الإسماعيلي برضو محمد فوزي أنا شايف دول يعني عاملين أداء كويس قوي لو أنت دلوقتي دلوقتي حالا محمد صبحي ومحمد صبحي ولما لعب مصطفى شوبير ومصطفى عجل يعني الأمانة ما هو بص خبالك بص في حراس برما هيتظلموا شوية مع أنديتهم ليه ما يبقى مصطفى شوبير معاه الشيناوي فنسبة مشاركته هتبقى قليلة جدا إنها مصطفى شوبير أنا بقولك يعني أنا بقول الكلام ده من زمان والناس برضو هتفتكر إن أنا بقول الكلام ده عشانا جامل كابتن شوبير أو جامل مصطفى مصطفى جول كويس جدا جدا ولما هيلعب ويتقل في اللعب يبقى عنده نسب المشاركة أو عدد الماتشات توصل لعشرة وخمسة شهر مبارا وعشرين مبارا هتفرج على أداء مختلف تماما هتلاقي شوية مصطفى لسه برضو في المرمى إيه حركته كتير شوية بس ده طبيعي في الكرة صحية حتى أنا لما بكلمه بقوله على النموة مصطفى جول موغوب جدا جدا عنده سرعة رد فعل عالية جدا جدا فده بس عشان مصطفى ده تفتيب الحراس لو تلك اه لو دلوقتي فيه بكرة فيه معسكر لمنتخم مصر وهتختار أربع حراس مرمى تختار مين على الحالة دلوقتي على الحالة دلوقتي اه شناوي شناوي محمد شناوي محمد صبحي محمد صبحي وحطوا معهم الهاني والزنفولي كده كتير اه خمسة يعني ممكن بحشيل واحد يعني ماشي الهاني سليمان اه الامانة ماشي بشكل كويس او مع البنك اللحن بس الامانة ماشي بشكل والهاني تليمان مع اسموحة انما طبعا اساسي في الموضوع ده محمد شناوي رقم واحد محمد شناوي وعواد وعواد ممكن يدخل دلوقتي وصبحي وصبحي اه طبعا حمود جاد مصاب اه حمود جاد عنده كسر في أسبوع فبقاله فترة بلعب بالقوت يعني سليمان وزنفولي اه اه مشي